باستمرار العاصفة المطرية تستمر معاناة المهجرين داخل الخيام وتتفاقم بفعل العاصفة المطرية المستمرة ثوسقت مناسق والاستجابة قبل قليل تضرر ما لا يقل عن مئة مخيم تضررت بفعل العاصفة المطرية التي تحدثت قبل قليل عبر بيانها عن 194 خيمة تضررت بشكل كلي و316 خيمة أيضا بشكل جزئي ودخول إمياه الأمطار إلى أكثر من ألفي خيمة فيما بلغت أداد العائلات المتضررة إلى أكثر من ألفين عائلة تضررت وأيضا كان هناك حديث عن 470 عائلة نزحت بشكل داخلي ما بين المخيمات سنجري بعض المقابلات مع الأهالي للحديث عن معاناتهم هنا في مخيم التل الأخضر غربي أدلب والذي يعتبر واحد من بين عشرات المخيمات التي تضررت بفعل العاصفة المطرية تحتانا مية وفوقنا مية من فضل الله وشو دي يقول لك والله يتضحق أنا ما حبلها تجدير جيبونا اللي تقدرون عليه والله يسر أموركم وأمور كل المسلمين دا حدق رافنا كلها بره مية وتحتانا مية وشو نساوي يعني هل حدين يجيك هينو إذا حطت وقعت بالمية مية شايف الأرض زاحلة كلها مية عندنا المونيت رطبت المعين قدن مية صوبة ما في حطبات ما في يعني ما عنه شي والله العظيم شالفة شو دي أقول لك عليها ما يقبلها العقل ما يقبلها ما يقبلها والله يتقول لي حنا بغابات أفريقية ايش دي أسول فاك يعني لغابات أفريقية بل كي يعتمد بل كي ما حوالي إنسان يعني ما حوالي عالم لون في عالم مصر عليه هيك احنا كنيت ما في عالم سوري خالص لحجي يصير عليه هيك بطين وبالمي والبطانيات كل ياتا وماعد نحسن نطلع برات الخيام إطلاقا من المطار وكل الليل لعالم تنزح مي من هل شو سموتك بره وعلى الله صار كل الليل وإحنا مباركين وننزح مي من الخيام ووحل وطين وتدفية ما عنا بدنا نشغل صوبة ما في عنا حطاب بدنا عنا مازور وحالتنا والله شغل بردانين من طعنين من البرد والله شو حالتنا والله ما بعرف الحمد لله رب العالمين sisters اخبر Pitt نعم أم احذر ترنه قبش و footage سال شكرا